نقول في نهاية المباراة أن النصر اليوم النصر أضاع فوز كان ممكن تخيل أن تقدم 2-3-0 الشوطة الأول حتى مع عهودة إغلاق الشوطة الثانية ممكن ينهي المباراة بـ 3-2-3-1 أو 4 وما إلى ذلك كان اليوم النصر بصراحة يستحق الفوز أكثر من النصر بالتأكيد الهلال كان بعيد عن مستوى تخيل الهلال أول هجمة لهم مسكها سبينة 6 دقيقة 39.5 تخيل هذا الهلال اللي كنت أتكلم عنه مس باس كثير أخطاء في التمرير شيء غريب صراحة اليوم إلعب الكورة طويلة عارفت زي ما يقولوا التشتيت الغير مركز تشتيت فقط بمجرد التشديد هذه الهلال عمره ما يسويها كلها اليوم شفناها في المباراة لأنه كله بالي مش فيه صح؟ كله بالي مش فيه بالتأكيد كله بالي طبعا حب إلعب الكورات طويلة بس هو دائما هو اللي يطلع بالكورة صحيح يطلع بالكورة لما ينضغط على نيفيز هو يطلع بالكورة طبعا اليوم لما ينضغط على نيفيز أو سبيتش ما في حد يطلع بالكورة بالتأكيد كلامك جدا صحيح شوف المباراة ضيعة النصور بصراحة اليوم